وللحديث أكثر عن الملف الاقتصادي ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الأستاذ صفوان قصي مرحبا بك إلى الرئيس أستاذ صفوان وشكرا على تبية دعوة الحوار يعني أبدأ معك من كلمة خطيب مسجد الكوفة اليوم والتي قال فيها أن دور الدولة غائب عن رعاية حياة الأسرة ماديا ومعنويا هل فعلا الجانب الرسمي عن رعاية أو ابتعد عن رعاية العوائل العراقية وانشغل ببناء السلطة لا بد أن تصل على الحقيقة يعني الحكومة من خلال وزارة التجارة شملت أكثر من 37 مليون عراقي بنظام حماية اجتماعي من خلال البطاقة التموينية والسلة الغذائية والسوداني بالتأكيد وجه وزارة التجارة أيضا بإنشاء سلة إنشائية للعراقيين لكن التقرير الذي عرضتموه بالتأكيد برنامج الغذاء الدولي يحاول رصد حالة الشعوب وبالتأكيد وجود نازحين لا يزالون لم يعودوا إلى مناطق سكناهم ومعدلات دخلهم متذبذبة وخضوع العراق إلى موضوع التغيرات المناخية وأيضا لدينا مليونين وخمسمائة ألف عراقي في الوسط والجنوب من الممكن أنهم خسروا أعمالهم خلال فترة انحسار المياه والتغيرات المناخية فلا بأس أن يتم تحديث قاعدة البيانات لإدراك حاجة العراقيين سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو من العاطلين عن العمل واستهدافهم برنامج التكافل الاجتماعي الذي يشير إليه سعادة الشيخ بالتأكيد يفترض أن يولى بأهمية من قبل الحكومة لدينا طبقات ذات دخل عالي يمكن أن يكون هناك تكافل اجتماعي ضمن منظومة حكومية من خلال النقابات من خلال الوزارات استهداف الفقراء ومحاكاة حياة الفقراء والاستثمار في الفقراء بالتأكيد هي من أولويات مشروع حكومة السوداني هو يحاول الآن تعزيز الجهد الخدمي بوصول الخدمات إلى المناطق المحرومة لكن بتقدير عودة النازحين إلى مناطق شكناهم وفتح نوافذ للإرادات المستدامة لهؤلاء حسب إمكانياتهم المتاحة طبعا لدينا إمكانية في دعمهم ماليا من خلال المصارف العراقية مبادرات يمكن أن تساهم في احتواء هؤلاء وأيضا على مستوى إيقاف التصحر وعدم التفريط بالأراضي الجراعية نحتاج إلى الاستثمار في إدارة المياه نحتاج إلى الاستثمار في التعاون مع برنامج الغذاء الدولي في تعزيز الاستثمار بالجراعات المغطات أو إنتاج البذور أو أيضا موضوع الطريق التنمية وإمكانية أن يكون منعش للمناطق التي يمر بها هذا الطريق فالموضوع يحتاج بالتأكيد إلى تدخل حكومي وإلى تدخل مجتمعي سواء من خلال الأوقاف الدينية بمسمياتها أو من خلال وزارات الاتحادية والنقابات لكي نحظى بالابتعاد عن منطقة الجوع أو منطقة الفقر العالم يتغير وأسعار الغذاء تختلف بين حين والآخر علينا أيضا الاستثمار في الخزين لأن الأمن الغذائي العراقي هو مستورد فمن أجل لا نخضع إلى التذبذب وعدم إمكانية الإيفاء بمتطلبات هؤلاء الطبقات الهشة علينا أيضا منحهم ضمن برنامج الغذاء بطاقة نقدية لكي يكون هناك مساعدات عاجلة في حالة عدم وصول الطاقة أو عدم وصول المياه الجيدة أو الغذاء إلى هؤلاء بشكل مستقر نعم أستاذ صفوان داني أرحب بك معنا مرة أخرى هناك من يتحدث عن أن المؤسسات الرسمية تركز دورها اليوم على المال وعلى استثمار السلطة بالتالي يتم نسيان المواطن وإحتياجاته نعم مصادر الدخل عندما تكون منظمة نستطيع يعني أن نعيد توجيع الدخل بين طبقات المجتمع بطريقة تضمن عدم وجود فقراء أو إرادات منخفضة لدى بعض الطبقات طبعا استهداف الدخل هو النظام الحماي الحقيقي فبالتأكد المجالس المحلية التي انتخبت عليها أن توسع دائرة المشاركة مع الطبقات التي تمثلها لكي نستهدف هؤلاء بمشاريع مصغرة مشاريع ستراتيجية يعمل بها هذه الطبقات طبعا نحن نركز على الاستثمار في البنية التحتية ومد النازحين بالإعانات المالية والعمل لكي يعودوا إلى مناطق شخناهم ليس من المعقول أن عشر سنوات لا تكفي لإعادة النازحين إلى مناطق شخناهم وهذه الموارد الكبيرة في المناطق التي غادروها نستطيع يعني أن تدخل الحكومة بإنقاذ هؤلاء بشكل فوري وكذلك التغيرات المناخية وإيقاف حرق الغاز وموضوع إيقاف النزوح وأن تتحول نظام الإعانات من إعانات مالية إلى إعانة المنتجين لخلق فرص عمل دائمية لهؤلاء لدينا موارد يمكن استثمارها في كل المحافظات سوء إدارة هذه الموارد وبالتأكيد الاستقرار السياسي عندما يعام ينعكس على المشاريع التي من الممكن أن تدر دخل لهؤلاء بطريقة مستدامة نعم أستاذ صفوان اليوم المسؤولية تقع على عاتق من لتوعية المواطن على حقوقه وتوعية الدولة أيضا على التزاماتها يعني يفترض أن يكون لدى الحكومة خريطة زراعية وخريطة لإدارة المياه لدينا المياه الجوفية غير مستثمرة خاصة المتجددة خلق مشاريع للتربية الحيوانية مثلا مشاريع للزراع المغطات مشاريع للتدريب وتطوير العاطلين عن العمل الاستثمار في جودة التعليم الاستثمار الصحي وصول الخدمات الصحية إلى هؤلاء الربط الكهربائي وإنشاء بدائل للتوفير الطاقة سواء كانت نظيفة من خلال الاستثمار بالطاقة الشمسية أو من خلال الربط الكهربائي لكي نخلق موارد يمكن استثمارها في هذه المحافظات لدينا نزوح أدى إلى زيادة مستوى الأسعار في المراكز المدن فعلينا تثبيت السكان في مناطقهم وخلق تجمعات اقتصادية ذات طبيعة مستدامة العراق يمتلك الموارد والمصارف العراقية بتقديره تستطيع أن تتبنى مشروع عودة النازحين وإيقاف التصحر إذا ما توفرت لدى الحكومة إرادة بتقديم ضمانات مالية للمصارف العراقية لإنشاء مشاريع مدرة للدخل بدراسات جدوى اقتصادية ضمن كل محافظة نستطيع أن نصفر الفقر ونحرم الذين يتربصون بإشاعة الفوضى من خلال الاستثمار بالفقراء بالتأكيد الفقراء هم ملاذ جيد وخصب لانتقال المخدرات التجارة بالأسلحة مثل هذه المشاريع التي تهدم المجتمع علينا أن لا نتيح الفرصة لأعداء العراق بالاستثمار بهؤلاء فبالتأكيد التكافل الاجتماعي الذي أشارت إليه المرجعية سابقا والخطب التي تحث على موضوع التكافل الاجتماعي إعادة النظر بموضوع تمويل الفقراء من خلال دافعين الضرائب لكي تكون لدينا علاقة مباشرة بين ذوي الدخل العالي الذين يرغبون بعملية عدم رؤية عراقيين في خط المجاعة بإنشاء أيضا علاقة مباشرة بين دافعين الضرائب وبين هؤلاء يمكن أن يساهم في تصفير هذا الملف وبالتأكيد لدينا تجارب من قبل دول مثل تركيا في رعاية المجتمعات وعدم التفريط بوصول الخدمات إلى هؤلاء لكي يكونوا ججعا من الحياة الاقتصادية نعم الخبير الاقتصادي الأستاذ صفوان قصي شكرا جزيلا لانضمامك معنا اشتركوا في القناة